بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلِّف رحمه الله تعالى كتاب النكاح حدَّثنا مسدَّد وأبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث عن حبيب حدَّثني عمر بن شعيب عن سعيد المقبري رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينك حزان المجلود إلا مثله وقال أبو معمر قال أخبرنا حبيب المعلم عن عمر بن شعيب رحمهم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن احتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا أنفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين كنا قد شرعنا في الدرس الماضي أيها الإخوة في بداية كتاب النكاح وهذا الحديث الذي يرويه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تأكيد لمعنى الآية التي تقدم ذكرها في الدرس الماضي وهي قوله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وهذا الحديث روي بطريقين عن عمر بن شعيب وأحاديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده فيها هذه العنعنة وقد ضعفها العلماء ضعفوا أحاديث عمر بن شعيب لكن في أحد الطريقين هنا قال أخبرنا عمر بن شعيب وهذا فيه تصريح بالتحديث أما الطريق الأول الذي يرويه أبو سعيد المقبري فليس فيه تصريح بالتحديث ويحتمل الضعف لكن الطريق الثاني هذا الذي رواه المعمري عن عمر بن شعيب قال حدثنا أخبرنا عمر بن شعيب وهذه هي أحد ألفاظ الرواية التي تشعر بالسماع المباشر فهذا الحديث بهذا الاعتبار باعتبار هذا الطريق حديث يرتقي إلى درجة القبول يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله والمقصود بالزاني المجلود هو من أقيم عليه الحد أنه لا ينكح إلا من كان مثله زانية معروفة بالزنا ولكن ما هو المقصود بقوله لا ينكح الزاني أي أنه لا يتقدم ولا يسعى لخطبة امرأة إلا إذا كانت مثله لأنه هو معروف بالفسق هذا معروف بالفسق والمرأة المؤمنة لا تقبل بمثل هذا ولا يقبل أولياؤها بمثل هذا الحياة الزوجية في الإسلام مبنية على العفة وعلى الطهارة وعلى الكرامة وعلى النظافة فلا يصلح أن يدخل فيها أمثال هؤلاء لا الرجال ولا النساء الرجل العفيف لا يخلق به ولا يصلح له أن يتجوج بمرأة زانية معروفة بالزنا لأن الله سبحانه وتعالى قال في نهاية الآية وحرم ذلك على المؤمنين والتحريم يعني عدم جواز الإقدام تحريم هنا أمر مؤكد لا يجوز للمسلم العفيف أن ينكح امرأة معروفة بالزنا إلا في حال واحدة إذا تابت وظهرت توبتها وأنابت فإن التوبة كما هو معلوم عند العلماء تجب ما قبلها يعني تقطع ما قبلها كالإسلام يجب ما قبله يعني لو أن إنسانا كان كافرا فاجرا فاسقا ثم أسلم ودخل في دين الله وتخلق بأخلاق المؤمنين انتهت تبعته عن أموره الأولى التي كان يمارسها بل من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن من تاب وآناب وصدق في توبته أن الله يبدل سيئاته حسنات فأولئك يبدل الله إلا من تاب يقول الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين أتباع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي استجابت له وقبلت دعوته وأذعنت لشريعته رحمها الله سبحانه وتعالى بأنه لا يؤاخذها بما سلف إذا انقطعت الصلة وهذا بخلاف ما هو الحال عليه عند أهل النصرانية النصرانية الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى وعيسى منهم بريء عيسى نبي الله عيسى عليه السلام ابن مريم هؤلاء يقولون إن عيسى هو ابن الله ويقولون إن الله ثالث ثلاثة والله سبحانه وتعالى شنع عليهم في هذا ورد مقالتهم وهذه من أشنع المقالات يا إخوة أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الولد وهو جل ذكره يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد هؤلاء النصارى عندهم الخطيئة تلازم الإنسان حتى ولو تاب يظل مخطئا ولا تزول عنه الخطيئة هذه إلا بتكفير عيسى يقولون عيسى كفر عن الخلق عن أهل الذنوب فصلب قتله يقولون وصلبه هذا تكفير عن البشرية وهو لم يصلب ولم يقتل ولكن شبها لهم كما قال الله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم سينزل في آخر الزمان عيسى حي عليه السلام وسينزل في آخر الزمان سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا أيها الإخوة أن من كان فاسقا زانيا والعياذ بالله الزاني المجلود يعني سواء أقيم عليه حد الزنا وجلد في حده أو أنه كان مستحقا لهذا معروف بزناه ولم يقم عليه الحد هذا لا يصلح أن يتزوج بامرأة مسلمة طاهرة عفيفة ولا تصلح هي إذا كانت زانيا والعياذ بالله أن تتزوج برجل طاهر عفيف مسلم حرم ذلك على المؤمنين لكن إذا وقعت التوبة انتهى الماضي واستأنف الإنسان حياة جديدة هذا الحديث فيه تأكيد كما قلنا بمعنى الآية المتقدمة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فمهما كان في المرأة من جمال وما كان فيها من دلال وما كان فيها من وسامة وما كان فيها من حسب وما كان عندها من مال إذا لم تكن عفيفة إذا لم تكن طاهرة لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بها وهذا ربما يقع فيه كثيرون والعياذ بالله يغترون بهؤلاء الدعرات الفاجرات فيتزوجون ويسعون لأن يتزوجوا بهم وقبيح ما فعلوا قبيح ما فعل هؤلاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اظفر بذات الدين تربت يداك هي التي تحفظ زوجها في ماله وفي نفسه وفي ولده وفي بيته وتحفظه في غيبته هذه هي المرأة التي ترجى لمثل هذه الأمور هي المرأة الدينة تنكح المرأة لأربع قال اظفر بذات الدين تربت يداك ولا شك أن الزانية والعياذ بالله والداعرة الفاجرة إذا لم تتب فليست أهلا لأن تقترنا بالإنسان المسلم الطاهر العفيف باب باب في الرجل في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها ثم يتزوجها حدثنا هناد بن السري حدثنا عبثر عن مطرف عن عامر عن أبي بردة رحمهم الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران حدثنا عمر بن عون أنبأنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها نعم هذان حديثان معناهما متصل ببعضه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول يقول من أعتق أمته ثم تزوجها كان له أجران وهذا أمر لا خلاف عليه لأننا نعلم أجر العتق أن النبي عليه الصلاة والسلام نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أجر العتق من أعتق مملوكه كما جاء في الحديث أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه يقول حتى فرجه بفرجه من النار فاعتق الأرقاء وإن كان الرق الآن انتهى لكن اعتق الأرقاء في ديننا من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا شك أن من أقدم على هذا أجره عظيم والشريعة الإسلامية جعلت اعتاق الرقيق كفارة في عدد من الذنوب فجعلته كفارة في اليمين في كفارة اليمين وجعلته في وطء الرجل زوجه في نهار رمضان وجعلته كفارة في الظهار وجعلته كفارة للقتل إذا قتل الإنسان مسلما خطأا الكفارة فيه عتق رقبة وهذا مما يدلنا أيها الإخوة على أن الإسلام لم يبتد أمر الرق الإسلام ليس هو الدين الذي شر على الرق لا الإسلام جاء والرق موجود معروف بين الأمم يتعاملون به لكن الإسلام وضع من الشروط والضوابط والأمور المندوبة والأمور المطلوبة في مسألة الرقيق ما يجعل هذه المسألة تكون في مرتبة عالية من المراتب التي تمدح بها هذه الشريعة وكل أمورها ممدوح شريعة الإسلام ممدوحة كلها لأنها شريعة رب العالمين لكن في هذا الخصوص الذين يشغبون على الشريعة بأنها أقرت الرق الشريعة جاءت والرق موجود لكنها ندبت إلى تحرير الأرقاء وأمرت بالإحسان إلى المملوكين وأمرت بإحسان معاملتهم من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبسه إخوانكم يقول النبي عليه الصلاة خولكم الله سبحانه وتعالى جعلهم تحت أيديكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون وإن كلفتموهم فأعينوهم ومن هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الأجر العظيم هنا لمن أعتق أمته وزاد على ذلك بأن تزوجها يقول له أجران ما هي كمية هذا الأجر ما هي أعداده ربما يتساءل بعض الناس في شريعتنا المطهرة أعمال ثبتت لها أجور محددة حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى مئة ضعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لكن هناك أجور لم نعلم إلا بأسمائها لكنها لا نعلم مقدارها وهي ثابتة في هذه الشريعة وهذا مما يبعث على الثقة والاطمئنان بهذه الشريعة لأن الذي حدد هذا الأجر هو الخالق سبحانه وتعالى وإذا كان الإنسان لا يثق بربه يثق بمن أما إذا كان مؤمنا صادقا فإنه يثق غاية الثقة في وعد الله سبحانه وتعالى فإذا وعده الله بالأجر كفاه ذلك ونحن نستقبل عما قريب بإذن الله شهر رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم وأن يوفقنا فيه للعمل الصالح يقول الحق تبارك وتعالى فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه الصوم لي وأنا أجزي به كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كم ستعطينا يا رب على هذا الصوم مئة حسنة سبعمائة حسنة أقل أكر لا نسأل لأن الذي تكفل بالجزاء والأجر الجزيل هو رب العالمين هو القادر على كل شيء هنا النبي عليه الصلاة يقول له أجران من أعتق أمته ثم تزوجها له أجران كم مقدار هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى وهذا مما يبعث على المسارعة في مثل هذه الأمور وتحصيلها والعمل بها أن الإنسان يسعى إلى مثل هذا الأمر له أجران أجر العتق وهذا أمر لا نزع في كلنا نعرفه أجر العتق من أعتق مملوكك والأمر لأنك بهذا العتق أنت تتيح له أن يصبح آدميا مكتمل الآدمية لا سلطان لأحد عليه يستطيع أن يفعل كما يفعل الناس حر الإرادة كما يقولون في القانون أنت تكون سبب في أنك حصلت له هذه المرتبة أعدت له ما سلب منه بسبب الرق لا وأعظم من ذلك وإذا كانت هذه الأم أعتقها ثم تزوجها يعني إحسان إلى إحسان فله أجر الإعتاق وله أجر الزواج الأمر الحديث الثاني الذي يرويه أنس رضي الله عنه وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أقرب الناس إليه لأنه يدخل إلى بيوته ويصحبه ويقضي له حاجاته يعلم من أمور النبي عليه الصلاة والسلام وشؤونه الخاصة ما لا يعلمه غيره يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية بنت حيي ابن أخطر اليهودي ثم تزوج وجعل عطقها صداقها يعني تزوج بها وجعل الصداق الذي تستحقه بسبب الزواج ما هو اعتاقها لأنها جاءته أمة وقصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من أم المؤمنين صفية بنت حيي قصة عجيبة من المآثر ومن المفاخر التي تروى وتنشر زواج النبي عليه الصلاة والسلام من صفية بنت حيي ابن أخطر حيي ابن أخطر هذا من زعماء اليهود ومن أكفر وأفجر خلق الله وكان يسعى لقتل النبي عليه الصلاة والسلام هذا حيي وأخرج مع من أخرج من المدينة فذهبوا إلى خيبر ثم لما نكثوا العهد الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة غزاهم غزوة خيبر وقتل في من قتل أباها زعيم اليهود حيي بن أخطر ووقعت ابنته صفية بنت ملك اليهود صفية بنت حيي وقعت في الأسر أصبحت أما أما قسموا السبايا بين المسلمين فوقعت في سهم رجل من المسلمين هذا الرجل المسلم ما رغب فيها ولا أحب أن يتسرى بها ولا أن يبقيها في خدمته لأنها هي مترفة بنت ملك وزوجها كان من فرسان اليهود ومن النابهين فيهم وقتل في تلك المعركة وكانت هي عروسا يعني مدتها مدة إقامتها مع زوجها اليهودي كانت مدة يسيرة ف كان قلبها مكسورا قتل أبوها قتل زوجها وقعت هي في الرق والأسر أصبحت رقيقا بعد أن كانت ابنة ملك هذه كلها أمور عظيمة فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله ماذا تسأله أن يعينها في فكاكها من الرق أن يدفع ثمنها لسيدها فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل بذلك قبل أن يدفع ثمنها لسيدها ويعتقها لا ليشتريها لتكون في خدمته بل يدفع ثمن لسيدها ثم يعتقها لتصبح حرة وأعظم من ذلك أنه تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها أن عتقها صداقها هو سيشتريها وسيعتقها لتكون زوجة له وماذا تريد امرأة على وجه الأرض ماذا تريد امرأة من النساء على وجه الأرض من الفخر والمكانة والعزة والخير والبركة أكثر من أن تكون زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه المرأة مسترقة أما هل كان يخطر في بالها أنها تتخلص من الرق أولا وإذا تخلصت من الرق هل يخطر ببالها أن تصبح زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام وأن تكون إحدى أمهات المؤمنين شيء عظيم ما أقدم عليها النبي عليه الصلاة والسلام إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى وبقدر من الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر الذي صنعه النبي عليه الصلاة والسلام معها مع صفية كان صنعه مع نساء أخريات النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كما يقول علماء السير من مقاصد زواج النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بعدد من النساء عدد وتزوج ولم يتزوج بكرا النبي عليه الصلاة والسلام يعني كل النساء التي تزوج بهن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيهن واحدة بكر إلا أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى وأما الباقيات فكنا ثيبات وبعضهن معهن أطفال صغار معهن صبية كأم سلمة رضي الله تعالى عنها كفلهم النبي عليه الصلاة والسلام فزواج النبي عليه الصلاة والسلام له مقاصد كثيرة له مقاصد كثيرة منها أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام يصدر عنه من الوحي ومن الأحاديث ومن الأحكام ومن التعليم ومن الدعوة في بيوته شيء كثير لا تستطيع امرأة واحدة أن تحمله تنسى فوجود عدد من النساء في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام يسمعن منه وينقلن عنه ويسألنه وتنقل إليهن الأسئلة من النساء ومن غيرهن ثم هن ينقلنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعدن بالجواب والوحي يتنزل في أماكن كثيرة منها بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند أزواجه في بيته وبابه مغلق عليه من ينقل هذا للأمة لو لم يتهيأ للرسول عليه الصلاة والسلام هذا العدد الكبير من النساء هذه واحدة الأمر الثاني هو ما نسميه نحن جبر الخواطر جبر الخواطر ونحن نقول بالمثل العام جبر الخواطر على الله النبي عليه الصلاة والسلام جبر مصاب نساء كثيرات أصبنا في أزواجهن أصبنا في أهلهن مصائب كثيرة أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوجها أبو سلمة أحد المهاجرين هاجر الهجرتين إلى الحبشة مرتين هاجر الحبشة ثم مات أبو سلمة وهي مهاجرة هي أم سلمة من المهاجرات الأوائل ومات زوجها وترك لها صبية صغارا فتزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام وكفل صغارها وأصبحت هي أحدى أمهات المؤمنين زينب بنت جحش أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت زوجها أيضاً مهاجراً وهاجرت هي ثم بعد ذلك بعد وفاة زوجها تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام في وقت كانت تحتاج فيه إلى الرعاية وإلى العناية أبوها أبو سفيان من أعمدة الكفر والشرك في مكة وزوجها الذي يرعاها وتأنس به ويأنس بها توفي فمن لها الآن فتزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام جويرية بنت الحارث المصطلقية جويرية هذه خالة بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس ابن أختها جويرية أبوها ملك بن المصطلق وغزتهم جيوش النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بها أسيرة في السبي فوقعت في سهم رجل من المشركين من المسلمين فجاءت إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستعين به في فكاكها تريد مالا تشتري به نفسها من الرق وأخبرته قالت أنا جويرية بنت الحارث المصطلقية ابنة سيد قومها وقعت في الأسرة ماذا صنع النبي على الأسرة اشتراها دفع لمن كانت في سهمه ثمنها ثم ماذا ثم تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام وأصبحت إحدى أمهات المؤمنين سيرة عطرة ومآثر كبيرة أيها الإخوة أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عنها أهلها يهود وتاريخ اليهود وسيرتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام تاريخ أسود وسيرة مسخمة لكن ما ذنبها هي من الله سبحانه وتعالى عليها بقتل أبيها وقتل زوجها فانتقلت من حياة إلى حياة والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم ما تدري جاءت في حال من الضعف والانكسار لكن الله رفع قدرها وأعطاها هذا الشيء العظيم جعلها زوجا للنبي عليه الصلاة وحررها قبل ذلك من الأسر شاهد من هذا أن من أعتقى امرأة أمة وتزوج بها كما يقول النبي عليه الصلاة له أجران والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك وفعله فعله مع صفية رضي الله تعالى عنها وفعلها فعله مع جويرية بنت الحارث المصطلة باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب قدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة رحمهم الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة نعم اللهم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة النساء بيّن المحرمات من النساء ومعنى المحرمات من النساء التي لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بهم وكل هؤلاء من القرابة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر لكن هناك صنف من النساء لسن من الأقارب هذا التحريم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في صدر الآية يختص بالتحريم بين الأقارب أمك أختك عمتك خالتك بنت أختك بنت أخيك لا يجوز لك أن تنكح لكن هناك أيضا تحريم آخر وهو التحريم من الرضاعة يعني عندنا حرمة نكاح المرأة إما أن تكون بسبب النكاء القرابة أو بسبب الرضاعة يعني إما بالنسب التحريم أو بالرضاعة والرضاعة تكون ربما في امرأة أجنبية في امرأة أجنبية قبل الرضاعة يجوز أن يتزوج بها الإنسان لكن بعد الرضاعة تصبح لها أحكام النسب لكن هناك فرق بين حرمة الرضاعة وحرمة النسب كل واحدة منهما يثبت به بها تحريم النكاح لكن ما الفرق الفرق أن حرمة النسب منتشرة في الأقارب كلهم بين الإخوة جميعا بين الأعمام بين الأخوال بين الأبناء بين الإخوة لكن حرمة الرضاعة مختصة بالمرتضع نفسه ومن ارتضع منه يعني لو أن إنساناً رضع من امرأة وله إخوة وله أب تحرم هذه المرأة على من رضع منها ويصبح أبناءها ويصبح أبناؤها وبناتها إخوة له وزوجها أباً له وأعمامها كذلك وأخوالها كذلك في الحرمة بالنسبة له سواء كانت ذكراً أو أنثى وكذلك من ارتضعوا منه يعني أمه هذه التي أرضعته إذا هي كانت قد رضعت من امرأة أخرى فتسر الحرمة على من أرضعته لكنها لا تنتشر في غيره يعني مثلاً كما قلنا إذا كان له إخوة هذا المرتضع إخوة أربعة أحدهم رضع من امرأة تثبت الحرمة بين هذا المرتضع وبين المرأة وأولادها وأخوالها وأعمامها إلى آخر ومن ارتضعت منه لكن لا تثبت هذه بالنسبة لبقية إخوته فيجوز لأخيه من النسب وهم أربعة هو واحد بقي ثلاثة يجوز لواحد من الثلاثة أن يتزوج بأخته من الرضاع أخت أخيه ويجوز لأبيه أن يتزوج بأمه من الرضاع إذا كانت غير ذات زوج وهكذا إذن الحرمة في الرضاع قاصرة والحرمة في النسب منتشرة وكل واحد منهما يثبت به ما تحريم النكاح جاء به هنا لأنه يثبت به تحريم النكاح يحرم يقول النبي عليه الصلاة من الرضاعة ما يحرم من الولادة الذي يثبت بالولادة ما هو النسب النسب يثبت بالولادة في طريق لإثبات النسب غير الولادة فالولادة يولد الإنسان فيصبح له إخوة له أخوات له أعمام عمات قالات أخوال وهكذا هذه تثبت بالولادة لكن الرضاعة تثبت بهذا السبب سبب الرضاعة إذا ارتضع من امرأة ثبت التحريم بينه وبين هؤلاء لكنه ليس تحريما منتشر في بقية أقاربه لا فيه هو التحريم قاصر قال يثبت من الرضاعة ما يثبت من المجاعة ما يثبت من الولادة والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في سياق المحرمات قال وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة من الرضاعة نعم حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي خبرنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب عن زينب بنت أم سلمة رحمهم الله عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم حبيبة أم حبيبة قالت يا رسول الله هل لك في أختي قال فأفعل ماذا قالت فتنكحها قال أختك قالت نعم قال أهو تحبين ذاك قالت لست بمخلية بك لست بمخلية بك وأحب من شركني في خير أختي قال فإنها لا تحل لي قالت فوالله لقد أخبرت أنك تخطب درة أو ذرة شك زهير بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قالت نعم قال أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري في حجري في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها أرضعتني وأباها ثويبة ثويبية ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن دعم هذا الحديث يؤكد ما تقدم من أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ولهذا الحديث سبب سبب هذا الحديث أن أم حبيبة سوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين بنت أبي سفيان عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بأختها بنت أبي سفيان الأخرى عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بأختها فالنبي عليه الصلاة والسلام استفهم هذا الاستفهام الإنكاري أختك ليس من عادة المرأة أنها تخطب امرأة أخرى لزوجها هذا شيء خارج عن طبيعة النساء بل المرأة إذا أراد زوجها أن يتزوج أو تزوج أو علمت تغضب فكيف بأم حبيبة رضي الله عنها تخطب للنبي عليه الصلاة والسلام قال أختك قالت نعم قال إنها لا تحلي كيف وأن تجمع بين الأختين الله سبحانه وتعالى يقول إلا ما قد سلف لماذا أنت يا أم حبيبة تخطبين أم حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام لأختك ترغبين أن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بأختك بيّنت هي قالت علمت أني لست لك بمخلية نعم أنا زوجك لكن أعلم أنك ستتزوج بامرأة أخرى وإذا كان الأمر كذلك ستتزوج بامرأة أخرى فأحب من شاركني في خير يعني أن يكون في اسمة النبي عليه الصلاة والسلام أختي يعني إذا كان ولا بد هذا الأمر سيقع فأنا أحب أن تكون هذه المرأة هي أختي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها لا تحل استغربت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها ما سكتت قالت فإن نتحدث أنك ستنكح ذرة أو برة بنت أبي سلمة قلنا قبل قليل بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بأم سلمة وأصبحت أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين وكفل النبي عليه الصلاة والسلام أبناءها ومنهم هذه البنت والنساء يتحدثن كلام الناس كثير والذي يتبع كلام الناس دائما بدون أن يمحص وبدون أن يدقق يقع في أمور عظيمة نساء يتحدثون يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوج ببرة بنت أبي سلمة والنبي عليه الصلاة والسلام متزوج بأمها متزوج بأمها أم سلمة يعني كلام الإنسان العاقل إذا سمع شيئا يجب أن يزينه أن يفكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام قال ذرة أو برة قالت نعم قال إنها لو لم تكن في حجري هي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام يعني في كفالة النبي عليه الصلاة والسلام وهو زوج أمها فلا يجوز له هي من المحرمات الله سبحانه وتعالى يقول وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم قدام دخل بأمها أصبحت في حكم بنته لا يجوز له أن ينكح قال لو لم تكن في حجري يعني على فرض أنها كانت لم تكن في حجري فإنها لا تحل لي أيضا لماذا قال لأنها ابنة أخي من الرضاع يعني يعني فيها سببان للتحريم برها السبب الأول أنها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام والسبب الثاني أنها ابنة أخيه من الرضاع والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة يقول إنها ابنة أخي من الرضاع وهذا يؤكد أنه أن الرضاع يحرم كما يحرم النسب وإن كانت الحرمة فيه قاصرة وليست منتشرة وإنما هي في المرتبة من أين جاءت الأخوة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي سلم رضي الله تعالى عنه يقول أرضعتني وإياه ثويبية ثويبية هذه أمى حبشية من هو سيدها من هو سيد هذه الأمى أبو جهل أبو جهل هذا الفاجر الكافر هذا له أمى أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام في ولادته أرضعته وأرضعت أبا سلمة فأصبح هو أبو سلمة أبناء لمن لثويبي هذه من الرضاعة وأصبح هو أخوه من الرضاعة وأصبحت ابنته هذه ابنة أخيه فلا تحل له فلا تحل له هذا مما يؤكد أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النساء باب نتوقفنا لأنه عندنا هنا عدد من الأسئلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يمكن لهذا الدين في الأرض وهو لا شك فاعل إن شاء الله وقد وعد بذلك إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال جل ذكره وكان حقا علينا نصر المؤمنين نحن نوقن بهذا ولكن نستنجز الله سبحانه وتعالى وعده بأن يعجل نصره لعباده المستضعفين والمتهدين والمظلومين والمشردين في مشارق الأرض ومغاربها يقول هل تأثم المرأة إذا وقعت منها الغيرة الغيرة مراتب الغيرة طبيعة في فطرة المرأة لا حرج يحصل منها حتى أمهات المؤمنين وقع منهن هذا لكن الشيء المذموم ما هو أن تتجاوز هذه الغيرة الحدود المعهودة المعروفة المألوفة فيصبح يصبح بسبب الغيرة ظلم يصبح بسبب الغيرة كذب يصبح بسبب الغيرة إيذاء هذا هو الشيء الممنوع لكن الطبيعة الأنثوية فيها الشيء الكثير من الغيرة بل إن بعض الناس يعتبر أن المرأة التي ليست فيها غيرة أنها امرأة لا تصرح الغيرة هذه هي التي تدفع بالمرأة إلى المحافظة على مستواها إلى أن يكون عندها ما ليس عند غيرها من الحذاقة من التمهر في الأمور في خدمة الزوج في أن تكون لها السمعة الحسنة هذا كله إنما يدفعها إليه الغيرة ولكن المرأة التي لا تهتم الباردة الهامدة هذه قد لا تكون هي المرغوبة عند كثير من الرجال ولكن كما قلنا الغيرة في الحدود المعقولة المعهودة وأما ما جاوز ذلك ما وقع فيه بسببه الاعتداء والظلم والإيذاء ومخالفة الشرع هذا هو الشيء الذي لا ينبغي أن يقبل يقول معروف أن الزنا يثبت بأربعة شهود فهل الفحص بواسطة الحمض النووي يثبت الزنا دون الشهود لا 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 وألف لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وهذا حديث عظيم أيها الإخوة الولد للفراش يعني من ولد له ولد هو متزوج من امرأة ولد هذا الولد على فراشه وما أنكره في مرحلة الولادة فهو يتبعه حتى وإن كان يشبه غيره قطعا لدابر الفساد لأننا لو ذهبنا الآن نبحث هذا أبوه هذا ينطبق عليه الفحص أو لا ينطبق لوقع الشر والفساد في المجتمع وربما أنكر كثير من الناس قراباتهم وأبنائهم وأبناءهم وإخوانهم إلى آخر ما هناك فهذا الفحص بهذه الطريقة يمكن أن يستفاد منه في قضية التجاحد يعني لو أن امرأة متزوجة وجاءت بولد فأنكره الزوج ولو بعد مدة قال هذا ليس ولدي وقالت بل هو ولدك هنا القضية محصورة بين اثنين بين الرجل والمرأة هذه وكل واحد منهما له علاقة بهذا الطفل الأب يقول ليس ولدي لكنه ولد على فراشه والأم تقول لا هو ولدك لأنها هي التي حملته وهي فراش لهذا الزوج هنا يمكن أن يلجأ إلى موضوع الفحص النووي قبل سنة أو سنتين وقعت حادثة عندنا هنا في بعض المدن عندنا طفل اختلف اختلفت امرأتان في مستشفى الولادة في طفلين هذه أخذ الطفل هذا بعد الولادة وهذه أخذ الطفل هذا بعد الولادة وبعد عدة سنوات يعني أنكر كل واحد من الزوجين من الأبوين وكذلك الأمهات أنكروا الأطفال هؤلاء صفات غريبة ليست يعني في الأسرة فعادوا مرة أخرى وأجروا الفحص هذا فوجدوا أن أنه قد حصل خطأ هذه أخذت ابن هذا وهذه أخذت ابن هذا فأعيد هذه قضية محصورة معروفة لكن أننا نقول أن هذا منتشر في المجتمع الآن الله سبحانه وتعالى قال لم يأتوا عليه بأربعة شهود إذا اشترط في الزين أربعة شهود نقول لا يكفي الفحص الآن الدي ان اي ثم ماذا بعد ذلك سينتشر الفساد في المجتمع ثم هل يلزم من كل صلة بين الرجل والمرأة من كل اتصال جنسي أن يحصل حمل حتى نفحصه بالدي ان اي ما نستطيع ربما يحصل في واحدة من عشرين حالة مثلا أن المرأة تحمل لكن في بعض الأحيان لا تحمل ربما لضرف صحي أو لأن الوقت ليس وقت حمل أو لأنها تتعاطى دواء من الأدوية التي تمنع الحمل فلا يمكن بحال من الأحوال أن نستغني بمثل هذا الفحص عن إثبات الزنا بالمنهج الشرعي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وهو الأربعة شهود ولا يمكن أن نجعل هذا عاما بين الناس نقول كل واحد عليه أن يفحص أولاده وكل أخ عليه أن يفحص إخوته وكل أسر عليها أن تفحص أبناء هذه مفسدة عظيمة سينتشر بها فساد عظيم بين الناس ولا نهاية له يقول هل ماء زمزم إذا ذهب إلى بلد آخر هل يفسد لا معاذ الله من قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل إلى أهل مكة إلى بعض أهل مكة أن يرسل إليه ماء من ماء زمزم وهو في المدينة يقول ما حكم المرأة التي ترفض معاشرة زوجها الأصل أن المرأة يجب عليها أن تطيع زوجها في الفراش يعني إذا دعاها لحاجته في الفراش أن تطيعه ولكن القضية أيضا لا بد من النظر فيها إلى جانب المرأة قد تكون المرأة متعبة جدا قد تكون المرأة مريضة قد تكون المرأة لها ظرف معين لا بد أن الرجل أيضا يراعي هذا الأمر لا يتكل على أمر الشرع للمرأة بأن تطيع زوجها في الفراش فيأخذ هذا بإطلاق وأن له الحق في أي ظرف حتى ولو كانت مريضة حتى ولو كانت يعني عندها ما يمنعها من هذا لا بد إذن من أن تكون هناك علاقة علاقة ود بين الرجل وامرأته عاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يقول ما أدري هذا السؤال غير واضح لكن يقول الثوم والبصل أكل الثوم والبصل الثوم والبصل نعم من نعم الله سبحانه وتعالى لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل الثوم والبصل أن يدخل إلى المصل إلى المسجد لأنه يؤذي المصلين بهذه الرائحة الكريهة وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم إن معكم من لا يفارقونكم الملائكة معنا حتى في مجلسنا هذا والملائكة في المصل فيجب على الإنسان المسلم أن يتوخى دائما أن تكون ثيابه نظيفة ورائحته نظيفة حتى لا يتأذى به جاره أخوه المسلم فيفقد خشوعه أو يكره ربما الدخول إلى المسجد مرة ثانية ربما هذا من الناس الذين لم يعتادوا أن يحضروا إلى المساجد فحضر هذه المرة فإذا وجد مثل هذه الرائحة قد تصرف هذه عن الحضور مرة أخرى لكن إذا طبخ هذا أو إذا أكله الإنسان قبل أن يذهب إلى المسجد بفترة طويلة بحيث تذهب هذه الرائحة أو أكل بعده دواء أو طعام يذهب هذه الرائحة لا شيء عليه المهم أن لا تبقى هذه الرائحة فائحة ظاهرة وهو يذهب إلى المصنع ما سألت الاعتمار عن المتوفين عن الأقارب عن الأصدقاء لمن جاء إلى هنا إذا كان الإنسان هنا مضى عليه يعني وقت ووجد أنه يستطيع أن يذهب إلى العمرة أن يحرم من الميقات أو من التنعيم فلا بأس بهذا العلماء قالوا أقل الأشياء أن يكون شعره قد نبت قليلا مرة أخرى بحيث يستطيع أن يحلقه لو أدى الحج العمرة يقول في صلاتي يكثر علي الوسواس ماذا أصنع تستعيذ بالله من الشيطان الرجيب لأن الوسواس من الشيطان قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس موطن هذه الوسواسة في صدر الإنسان في صدر الإنسان في قلبه فالشيطان هو في هذا هو هذا الوسواس بكل صنوفه هو من الشيطان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضل المعوذات أن الإنسان يقرأها ما تعوذ المتعوذ يقول النبي عليه الصلاة بأفضل منهم أفي شيء أفضل لكن اليقين أن الإنسان يقرأ هذه المعوذات وهو مستيقن بأن الذي أنزلها قادر على أن يحقق له الخير والبركة التي تضمنتها إذا كان في الصلاة رجل شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثرة ما يجد من تخليط الشيطان في صلاته يقول إذا دخل في الصلاة لا يدري ماذا يصنع من كثرة الوساوس فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ذاك شيطان اسمه خنزر هذا هو متخصص في إفساد صلاة المصلين تشويش عليهم حتى يذهب القضوع والخشوع قال إذا أحسست بشيء من ذلك فاستعذ بالله قل أعوذ بالله وانت في الصلاة واتفل عن يسارك ثلاثا يذهب عنك ما تجد ففعل يقول فذهب عني قد نفعل وهو نحن ولا يذهب عننا لأننا نحتاج إلى أن نقوي يقيننا بالله وأن نكرر حتى الدعاء أنت تدعو ولا يستجاب لك لا يحصل لك المراد هل تتوقف لا عليك بالتكرار والمحاولة والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين يقول ابن أخته محمد مريض بالتوحد نسألك الدعاء له يا شيخنا نحن نقول اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكون له كفوا أحد يا شافي يا رحمن يا رحيم يا مالك يوم الدين نسألك أن تمن عليه وعلى مرضى المسلمين بالشفاء يقول هل يرث ابن الإبن في مال جده بعد وفاة أبيه والجد على قيد الحياة لا كيف يرث المال مال الجد والميراث متى يكون الارث متى يكون بعدما وفاة المورث الجد المال هذا للجد وصاحب المال موجود كيف يرث وهو حي كيف يرث وهو حي حتى بعد الوفاة بعد الوفاة إذا لم تكن هناك وصية من الجد وصية من الجد بعض القوانين تأخذ بشيء اسمه الوصية الواجبة وهذا اجتهاد لكن ليس في نصوص الشرع ما يدل على هذه الوصية في نصوص الشرع ما يدل على الوصية لغير الوارث لغير الوارث فمما ينبغي للإنسان إذا كان عنده مال وكان عنده قريب لا يرث وأولاهم أبناء ابنه المتوفى أن يوصي لهم بشيء حال حياته لكن الإلزام بعد وفاته هذا ليس في نصوص الشرع شيء يدل عليه ليس في نصوص الشرع شيء يدل عليه خلاص إذا كان قانون الدولة يقرر هذا الإنسان مجبر على هذا ما في شيء أنا بقول لك يعني هذا الموضوع إذا أقر من جهة شرعية في الدولة هذا يعتبر في حكم الفتوى هما أفتوا به لكن نصوص الشرع ليس فيها هذا لا وصية لوارث إذا كان هذا الوارث لا يوصله هذا ما استحق أبوهم ما استحق من تركة جده لأنه توفي قبل جده فما استحق شيئا الرحمة والعطف والشفقة وما ندبنا ربنا تبارك وتعالى إليه أن نوصي لكن يوصي حال حياة أما أن يجب علينا أن نعطيه من مال من المال الذي تركه لورثته المستحقين هذا أمر ليس في نصوص الشرع ما يدل عليه إذا اجتهد بعض العلماء فأفتوا به فلا شيئا في ذلك